السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد إذن فيديو اليوم خاص بالتعبير الكتابي كتابة قصة خيالية صفحة 152-153 إذن سنقرأ النص لنتعرف المهارة مهارة كتابة قصة خيالية إذن في الدرس السابق رأينا كتابة قصة واقعية يعني تستمد أحداثها من الواقع الذي يعيشه الإنسان إذن من نسبة لحصة اليوم إذن في القصة الخيالية هي قصة من نسج الخيال إذن تتضمن مجموعة من الأحداث التي تعتبر مستحيلة إذن مستحيلة الوقوع إذن وكذلك شخصيات غريبة عن الحياة البشرية إذن كما قلت سنبدأ بقراءة نص نص الانطلاق أو وضعيات الانطلاق ثم سنكتشف مميزات القصة الخيالية وكيف نكتب قصة خيالية غضب الشمس استيقظ سكان الأرض على أشعة الشمس وقد بدت في السماء غاضبة صاح الناس أيدها الشمس العزيزة ما سبب غضبك علينا؟ أجابت الشمس وقد خفت أو وقد خفت نور أشعة لقد دقت ذرعا بتصرفاتكم الطائشة التي تهدد كوكبكم لهذا قررت أن أترككم وشأنكم ذعر السكان الأرض وصاحوا مجتمعين هذه مصيبة كبيرة ستصيبنا ما الذي سنقوم به لتعدل الشمس عن قرارها؟ قال رجل المسن سوف نموت جميعا جراء البرد الشمس هي مصدر الدف رقت الشمس لحال الناس وقالت سأمنحكم فرصة جديدة لتصحيح سلوككم في الاهتمام بالبيئة وإلا رحلت عنكم صاح سكان الأرض جميعا لا لا ترحلي سنغير سلوكنا حين ذاك استيقظت سارة من نومها مذعورة وهي تردد سنغير سلوكنا إذن من فريق التأليف إذن نص من فريق التأليف إذن لاحظوا معي عنوى القصة غضب الشمس إذن هل يمكن أن تغضب الشمس؟ إذن طبعا الحال الغضب من صفات البشر إذن صفة إنسانية تخص البشر الناس تغضب إذن الإنسان يغضب ولكن الشمس إذن ليست بك إن حيك يغضب إذن هنا هناك شيء من الخيال لاحظوا معي أفكار القصة الأساس تساؤل الناس عن غضب أو عن سبب غضب الشمس تضايق الشمس من سلوكات الإنسان مهددة لكوكب الأرض تفكير الناس في تعديل سلوكاتهم عدول الشمس عن قرارها وهو إذن مغادرة يعني الكوكب أو مغادرة الكون إذن لاحظوا معي هذه أحداث متخيلة ليست بحقيقية إذن من نسج الخيال نقول من نسج الخيال إذن لا يمكن أن تغضب الشمس لا يمكن أن يحور الناس الشمس إذن ويتكلم الناس مع الشمس إذن لاحظوا معي إذن فهي قصة خيالية إذن غضب الشمس قصة خيالية سيغة تقديم الموضوع هنا حوار إذن جاءت القصة أو الحكاية على شكل حوار دار بين الشمس والناس إذن يمكن أن يكون هناك سرد ووصف أثناء يعني كتابة قصة خيالية إذن لنستنتج يتطلب إنتاج نص حول حدث متخيل يعني قصة خيالية أمرين أساسيين هما اختيار حدث أو الأحداث اختيار صيغة معينة لتقديم هذا الحدث أو الأحداث عندما نتحدث عن الصيغة يعني حوار سرد أو وصف إذن لنتدرب أتدرب على كتابة قصة خيالية إذن سنحدد الحدث المتخيل بوضع علامة فيه خروج إنسان غريب من طبق طائر في بلد ما إذن خيالي زيارة محطة نور للطاقات المتجددة بورززة إذن هذه قصة واقعية هروب الأشجار من الغابات خيالية زيارة مدينة مغربية أثرية إذن واقعية إذن الآن لدينا موضوع للإنجاز وهو رسالة من أعماق البحر إذن سنكتب قصة خيالية إذن عنوانها رسالة من أعماق البحر لاحظوا معي الموضوع أمسكت سنارة صياد برسالة كتبة عليها أيها الإنسان العزيز إذا أردت سمكا نظيفا فلا تلوث مياهه وعمل على أن يبقى البحر نظيفا سنكتب قصة خيالية من موضوعي أو من مضمون الرسالة إذا المطلوب مننا أن نكتب رسالة نتحدث فيها عن صياد أمسكت سنارته برسالة رسالة من بعثها بعثتها الأسماك لماذا لكي يعدل الإنسان عن التصرفات وعن السلوكيات التي تلوث المياه وبالتالي يعني سبب في تراجع الأسماك إذن مقاطع القصة لاحظوا معي سنكتب ثلاث مقاطع المقطع الأول أن نتحدث فيه عن صفاء المياه البحر أمواجه زرقاء مياه نظيفة إذن هنا على شكل مقدمة إذن يمكن أن نكتب الوصفة وصفة البحر الذي يقوم هذا الصياد بصطياد السماك به أو فيه المقطع الثاني هنا الرسالة مضمونها هو تهور سلوك الإنسان تجاه البحر يعني من رمي القمامة الأزبال نفايات التلوث إلى غير ذلك ومما أدى إلى موت الكثير من الكائنات البحرية ثم المقطع الثالث تفكير هذه الكائنات البحرية في الهجرة من البحر إلى البروش والشيء الذي يعتبر من المستحيلات إذن الأسماك لا تعيش إلا في الماء هناك أنواع ستنقرد نتيجة أو جراء التلوث إلى آخره إذن سنكتب قصة متخيلة إذن نجيب فيها عن نص الموضوع إذن سأقترح عليكم هذه القصة إذن تابعوا معي تحركت سنارة الصياد بعد وقت طويل أسرع الصياد لسحب صيده الثمين لكنه تفجأ بقنينة زجاجية بدل سمكة كبيرة خاب أمله وشعر بالإحباط فقرر العودة لمنزله وهو يعزم على الرحيل لفت انتباهه وجود ورقة داخل القنينة فتحها وقرأها صديق الصياد نعلم أنك كنت منتظرا سمكة يجود بها البحر عليك تسد رمقك لكننا نحن الأسماك والحيتان التي تعيش في البحر نريد أن نوجه لكم أنتم البشر رسالة نعبر فيها عن أسفنا وحزننا لما نعيشه من تلوث جراء النفايات التي تلقون بها في البحار والمحيطات مما أدى إلى موت بعض الأصناف وانقراد أخرى البعض منا رحل إلى وجهات مجهولة لكننا نعي جيدا أن نكون بحاجة إلينا وإلى فوائدنا ومذاقنا الشهي نحن نرجو منكم حقا التوقف عن تلويث مياه البحر لكي نعيش بسلام ضحك الصياد ونظر إلى سلته الفارغة وحمل خيباته وانطلق نحو منزله إذن هذه القصة إذن قصة متخيلة بطبيعة الحال للاستئناس يمكنكم أن تستأنسوا بهذه الأفكار التي وردت في هذه القصة لكتابة قصة خيالية بطبيعة الحال خيال التلميذ واسع التلميذ نحن نعرفكم بأن خيال المتعلمة والمتعلمة إذن واسع جدا يمكنكم أن تكتبوا قصص متخيلة رائعة إذن فقط هذا النموذج للاستئناس يمكنكم الاستئناس به ويعني الرجوع إليه أثناء كتابة قصة متخيلة إذن إلى هنا ينتهي هذا الفيديو معيدنا سيتجدد إن شاء الله تعالى مع تتمة الدروس دائما على نفس المرجع كونوا في الموعد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر